اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة نحن نتعلم على مهارة مفيدة وسهلة وطبعا ضرورية في برنامج وورد وطبعا برنامج اكسر يعني لبرامج اوفيس بشكل عام عندي مجموعة من الملفات وحبيت اعرف الملف المطلوب من هذه الملفات وطبعا لابد انه افتحن حتى اعرف الملف المطلوب اذا انا عندي مجموعة وليكن 10-20-30 ولازم افتحن واحد واحد العملية مزعجة ومطولة طيب راح نتعلم طريقة ان نقدر نستعرض من خلالها الملفات بدون ان نفتحها طبعا نجي الى قائمة view يعني لو احنا بي هوم نجي الى view وطبعا عدنا هنانا preview band اضغط عليها وانتظر شوية هنا راح يقلي select file to preview حدد الملف اللي تريد تعرضه راح احدد هذا الملف وانتظر شوية طبعا راح يستعرض لي اهنا اذا الاحظ انه الاستعراض جدا قصير طبعا ممكن انه اجي اطول الشريط اسحب بهذه الطريقة وطبعا اقدر اني استعرض الملف بدون ان افتحها اذا نجي هنا طبعا ننتظر شوية هذا الملف الاخر وهكذا مجموعة من الملفات نقدر نستعرضها بدون ان نفتحها بشكل سهل وبسيط وطبعا حتى نقدر نحددها وناخذ نسخ وطبعا نقدر نلصقها في مكان اخر طبعا العملية جدا مهمة وفائقة الاهمية ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى